موسيقى مشاهدين القناة الرياضية مساكم الله بالخير وحياكم الله في هذا البرنامج اللي يتزامن مع بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة والمقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة واللي شارك فيها منتخبنا الوطني إلى جانب 15 منتخب بطولة انطلقت يوم أمس وبطولة شفنا فيها العديد من المباريات المميزة سواء يوم أمس أو مباريات اليوم راح نتكلم أكثر عن هذه البطولة من خلال هذا البرنامج اللي راح نطل عليكم إن شاء الله من خلاله اللي قبل مباريات منتخبنا الوطني اليوم إن شاء الله وقبل مباريات منتخبنا الوطني الثانية يوم اللي يمعى وقبل مباريات منتخبنا الوطني أيضا الثالثة اللي هي راح تكون أمام ماليزيا ورح نكونوا إياكم إن شاء الله يوم الثنين يرافغني في تقديم هذا البرنامج العزيز عبد الرحمن السيف بالإضافة إلى مجموعة من الزملاء المحللين اليوم في أول حلقة معي الكبات المحمد الفيلشاوي الكبات السمير عبد الرعوف مساء الخير يا شباب وحياكم الله مساء الله بخير دكتور ومسي عليكم ومسي على زميل العزيز محمد السمير عبد الرعوف وإن شاء الله نتمنى التوفيق لما انتخبنا الولمبي بتقديم مستوى مميز بإذن الله مساء الخير دكتور ومسي عليكم الخير وعلى زم المشاهدين وعلى الكبتن محمد وإيضا قبل طاعتكم جميع إن شاء الله وكل عامكم خير وإن شاء الله تكون بداية ممتازة حق المنتخب الأولمبي يقدم مستوى يليق بسمعة الكرة الكويتية بإذن الله نحن نذكر للستوديو اللي كان قبل تقريبا أربعة أشهر ومن خلال هذا الاستوديو تأحل منتخبنا الوطني لهذه البطولة نتمنى أن يفرحنا منتخبنا الوطني في هذه البطولة ويصل بعيد في كأس آسيا وإن شاء الله ليش لا يوصل لنهايات الأولمبيات باريس 2024 في البداية مشاهدي الكرام خلونا نذكر في المجموعات الأربعة لهذه البطولة بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور على رأس قاعمة المجموعة الأولى اللي تضم إلى جانب المنتخب القطري المنتخب استراليا والمنتخب الأردن بالإضافة إلى منتخب أندونيسيا المجموعة الثانية اليابان على رأس هذه المجموعة واللي تضم إلى جانب اليابان كوريا الجنوبية الإمارات والمنتخب الصيني المجموعة الثالثة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي وتايلند إلى جانب طاجكستان مجموعة منتخبنا الوطني المجموعة الرابعة للضم إلى جانب الأزرق الأولمبي منتخب أوزباكستان وفيتنام وماليزيا أربع مجموعات كل مجموعة أكيد يطمحون أو رحت أهلون من خلالها فريقين إلى دور الربع النهائي ومن ثم الدور النصف النهائي ثلاث فرق ستتأهل لنهايات باريس 2024 نصف مقعد في هذه البطولة سيلاب مع المركز الرابع في بطولة أفريقيا نتمنى التوفيق لكل المنتخبات بشكل عام وأكيد نتمنى التوفيق للأزرق الأولمبي في هذه البطولة محمد شفت المنتخبات ثلاث مجموعات العبو مجموعات القطر يوم أمس اليوم كان فيه أيضا أربع مباريات في المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة واحدة منهم جارية حاليا مواجهة المنتخب السعودي ومنتخب طاجكستان بشكل عام إذا بنتكلم عن المجموعات شلون تشوفها ومدى قوتها طبعا الفرق بشكل عام متساوية المستوى لا يوجد فروقات كبيرة في الأمس شفنا اليابان يفوز 1-0 على الإمارات على الصين وكوريا يفوز على الإمارات 1-0 فالنتيجة متقاربة المستوى كلها متقاربة اليوم مفاجأة بالنسبة لنا تايلند بفوزة على المنتخب العراقي فالفرق ما تأمن منها من الاسم أو تأخذها كأرض تاريخي سابق أنك أنت تعدل عدة بشكل جيد تحلل الفرق المشاركة بشكل جيد من خلال مشاركتها الماضية سواء كانت بالتصفيات أو في المبايات الودية فمتابعة هذه الفرق على شان يكون أنت عندك الدراية الكاملة في مواجهة هذه النوعية من الأساليب بالنسبة للفرق الجديدة في فرق عندها استمرارية من خلال مشاركة لاعبينها في فرق شاركت في كأس آسيا الأخيرة منهم فيتنام خمس لاعبين كانوا موجودين مع المنتخب الأول أوزباكستان عندهم لاعبين موجودين في الفريق الأول في بطولة آسيا الأخيرة وماليزيا لاعب واحد فالفرق معدى بشكل جيد من جانب الذهني ومن جانب البدني بالنسبة للفرق الآسيوي وتحديد فرق شرق آسيا تطور كبير مثل ما ذكر الكابتن محمد الفلشاوي النتائج يمكن التكلم اليوم نشوف فوز تايلند على المنتخب العراقي أيضا نشوف كوريا الجنوبية الفريق الأبرز في هذه البطولة بطولة قدريت غلب على المنتخب الإماراتي فرق آسيا متطورة بالفترة الأخيرة كابتن سمير أكيد وهذا طبيعي اليوم الاعتمام بعالم كرة القدم محتاج استراتيجية ومحتاج قاعدة وأساس تشتغل عليه هذه الفرق ما يأتي من الفرق ما كان الموضوع محب صدفة وإنما فيه ترتيب وفيه استراتيجية وفيه عمل منذ سنوات عديدة هم قاعد يشوفون اليوم أن يحتاجين أن تطور الأمور عندهم بدأوا بالمنشآت بدأوا بالتطوير بدأوا بالدوريات الاحترافية أيضا استقطاب لاعبين من الخارج وهذه كل احتكاكات ترفع من مستوى اللاعبين زائد أن الموضوع اللاعب الصغير عندهم من عمر الثمانتعش يوقع عقود ويبدأ يدخل في عالم الاحتراف فاليوم العقلية الاحترافية الثقافة اللي موجودة في هذه الدول بينها وبين الكويت على مستوى التاريخ يمكن باع طويل ولكن هي اليوم هي اللي قاعدة تأخذ شور طويل في التقدم فمحتاج إن شاء الله الوضع أنه بس يعني ناخذ خطوة خطوة فقط في عملية التنفيذ ثم موضوع الاستراتيجية والتطوير هذا يأخذ وقته ما في مشكلة لكن لازم يكون فيه خطوة فهذه الخضر والخطوة مبكرا واليوم قاعد تشوفه طاجكستان واصل قائد ورد ثمانية وكان قابقى وسينة وأدنى وصل النهائي لحد الآن نتيجة اثنين واحد للمتخب السعودي ومجاري المتخب السعودي طبعا فاليوم ماليزيا وفيتنام كانوا موجودين في أمم آسيا الكويت دورتين من آسيا ما كانوا مودي الأمور صراحة يعني محتاجة إن شاء الله نحن لا نريد نتكلم بالسلبيات لأنه حين توقيت مباراة وهذا لازم محتاج إجواء إيجابية إن شاء الله لكن نحن نتكلم من اليوم لا نستهين بالخصوم حتى لو كان يعني لعبة تيمور تذكر في التسويات ولعبة مكاو ما كانت سهلة رغم أنهم يعني وايد ببعاد عنك وايد مستوام فني أغل منك لكن أذوك تعبوك درس فما بالك اليوم اليوم عندك فتنام وعندك ماليزيا وطاجكستان برغم أن نفذنا بنتائج كبيرة كما ذكر الكفت سيمير عبد الروف تيمور وأيضا المباراة الأخرى مكاو 3040 أعتقد أن لقدات محمد عن البطولة السابقة أو المشاركة السابقة لمنتخبنا الأولمبي نحن نذكر المشاهدين في الأهداف التي سجلها منتخبنا الأولمبي بالإضافة للأهداف التي سجلتها عنها من منتخب العراقي اللي هم هدافين أنا أكمل على كلام كبتن سيمير بخصوص الاستراتيجية اليوم الاستراتيجية استراتيجية العمل التي أنت تبحث عنها كمنتخب أولمبي لابد أنك أنت تعمل دراسة من بعد التصويات شنو تبتسوي من بعد التصويات طلع رئيس الاتحاد السيد عبدالله شاهين بتصريح قال فيه فرق كثيرة على مستوى عالي يبني بارون الأولمبي أنا ترى هذا الكلمة بحد ذاته أنا حبيت الموضوع إن فعلا إذا كان هذا العروض موجودة فعلا كنت تتمنى وكان التصريح بعد هذه المباراة تحديدا صحيح هنا هذه المباراة التي تعادلنا مع المنتخب العراقي وهدفين لهدفين وهدف بندر السلامة الجميل الذي سنرى بعد شوية هذه الاستراتيجية التي نتحدث عنها كانت في بطولة الألعاب الأسوية بعد التصفيات هذه البطولة التي هي الألعاب الأسوية التي خسرنا فيها من كوريا 9-0 9-0 وتعادلنا مع البحرين وتعادلنا مع تايلاند صحيح هذه منظم الاعداد لبطولة آسيا التي هي هذه ويبدأ المشوار باعدادك ما بعد القرعة ووجود ماليزيا وفيتنام وأوزباكستان عندما أرى هذه الفرق لابد أن أحاكي بمباريات ودية تتساوى بهذه المستويات أختار الفرق بعناية أوزباكستان أختار استراليا على سبيل المثال بنية جسمانية متشابهة مع فريق أوزباكستان كابونية جسمانية أتكلم عن ماليزيا أتكلم عن فيتنام كأسلوب لأب فيتنام اليوم من الفرق المرشحة للوصول لدور الأربعة فيتنام اللي هو الفريق اللي معنا في المجموعة اللي رح نلاقي مباري باتر هذا من الفرق المرشحة للأدوار المتقدمة أنا شوفه يروح بعيد هذا فريق متطور جدا وعادي له فيتنام أو الاتحاد الفيتنامي بشكل جيد أعتقد أنه نافس على بطولة أسيا للشباب في سنة من الأسنين هذه المجموعة واليوم شاركوا بست لاعبين في بطولة أسيا الأخيرة فالفريق معد للمستقبل اللي هي البطولة هذه بطولة أسيا فأنا أشوف الاستراتيجية تستمر ما بعد القرأة للوصول لهذا اليوم طبعا هذا الكلام يعني سابق لهانا المفروض حيننا نتكلم به من قبل صحيح اليوم نشوف جدامنا باشر إن شاء الله بإذن الله إن أعياننا قادرين إن يقدموا مبارات كبيرة من خلال تحضيرهم الذهني عدم دخولهم في ضغوطات خارجية من أجل الرياحية الرياحية نفسية بسم الله أكيد أتمنى هذا الأمر يكون موجود علشان يقدم اللعب أفضل ما عنده من المستويات عموما رح نسهب الحديث أكيد عن منتخبنا الواطن ومواجهة المرتغبة باطل إن شاء الله مع منتخب الفيتناومي لكن مشاهدين الكرام خلونا نذكر بمشاركة المنتخب الأولمبي على مر التاريخ منتخب الأولمبي الكويتي في الأولمبي تابع تقريب تاريخ الكويت الأولمبي لكرة القدم يأمل وعشاق المستديرة في الكويت أن تكون نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لمسابقة كرة القدم لأولمبياد باريس الخطوة الأولى نحو الانطلاق للعالمية مجددا كما حدث مع الجيل الذهبي للكرة الكويتية ففي أولمبياد موسكو عام 1980 انطلقت مسيرة الأزرق العالمية بتأهله للمرة الأولى لنهائيات كرة القدم الأولمبي وأبهر المنتخب الكويتي الجميع بأداء رفيع أمام نيجيريا توجه بانتصار كبير ولحقها بتعادل مع كولومبيا قبل أن يعود بتعادل آخر مع بطلة أوروبا أما ذاك تشيكستوفاكيا ليصعد لدور الثمانية ضاربا موعدا مع صاحب الضيافة المنتخب السوفيتي الذي تخطى عقبة الأزرق بصعوبة وبعد غياب دام 12 سنة عاد المنتخب الكويتي إلى الأضواء بعد بلوغه نهائيات أولمبيات برشلونة عام 1992 رغم أن الكرة الكويتية كانت قبلها بعام شبه متوقفة بسبب الغزو العراقي ومرحلة إعادة البناء بعد التحرير وقد لعب هذا العنصر دورا في عدم تمكن المنتخب الكويتي من تحقيق النتائج المرجوة وخرج من المنافسة بعد ثلاث مباريات جمعته بالولايات المتحدة إيطاليا وبولندا وفي أولمبيات سدني عام 2000 ظهر الأزرق بصورة مشجعة رغم خسارته المشرفة أمام الكاميرون التي توجت بالميدالية الذهبية لاحقا في النهائيات إذن مشاهدين الكرام منتخبنا الوطني الأولمبي سابق وتأهل للأولمبيات لثلاث مرات 80 و 92 و 2000 يعني قدموا المنتخبات الثلاث اللي شاركوا في هذه البطولات سواء في موسكو أو برشلونة أو سدني البطولة الأخيرة أفضل أداء الشفناء إن شاء الله هذا المنتخب يوصل لأولمبيات باريس ونكون للمرة الرابعة متأهل للأولمبيات محمد 92 80 2000 أفضل منتخب شفته من هالثلاث منتخبات اللي شفته ألفين في سدني هذا المنتخب اللي كان قدم مستوى فني عالي جدا كان في أصعب مجموعة بالضبط والمجموعة اللي عندك الكاميرون اللي يأخذ البطولة صحي وأيضا أمريكا أعتقد وصلت ومصر نهائي فالمجموعة كانت جدا قوية بالإضافة إلى المستوى اللي ظهر فيه لعبين منتخبنا الأولمبي في ذلك الوقت سدني الكل تأمل أن هذا بداية عودة الجيل الذهبي بالنسبة لمنتخب الكويت عودة الانتصارات عودة الإنجازات وقدموا مستوى وكل راضي عن المنتخب الأولمبي هذا تحديدا لأنه كان فيه عمل أنا استذكر من بعض اللعبين اللي شاركوا في هذه البطولة علم عسكرهم اللي صار قبل البطولة يعني انتجريتنا لموضوع الاستراتيجي اللي احنا قاعد تتكلم عنه عسكروا على حسب ذاكرتي بإيطاليا ولعبوا مع انتر ميلان أعتقد لندن لندن ولعبوا مع انتر ميلان هذا اللي أنا أذكرها تحديدا أنهم لعبوا مع انتر ميلان الإيطالي فشوف نوعية المباريات اللي لعبوا فيها لما تلعب على هذا المستوى اخسر ما عندك مشكلة في الوديات بس أنت رقع تحتك رح تعرف أنت في أي مستوى بأي لفل أنت قاعد تلعب انتر ميلان أكيد أفضل من منتخب الكويت الوطني يعني هذي مسلمين لهذا الأمر بس لما أنا أحسنت مع لاعبين محترفين على مستوى عالي وكتب عز الدوري الإيطالي بالضبط سنة 2000 سنة 2000 تتكلم وانتر ميلان يعني شوف النجوم اللي كانوا فيه في هذا الفريق فهذا الأمر من ضمن الاستراتيجية اللي نحن نتكلم فيها لا تنظر للشارع أو ردود فعل الشارع أو الجماهير أنت تبشي على نظام والاستراتيجية لابد أنك أنت تعمل فيها أخسر في الوديات أنا ما أندي مشكلة أني أخسر في المباريات الوديات بس الأهم للاحتكاك لأن كنت قاعد تعوض اللاعب اللي مو قاعد يشارك في دوريك هنا في دور الكويتي في الدرجة الأولى تكلم لأن الاحتكاك على مستوى جدا عالي ما تكلم عن دوري 21 دوري يعني ما هو دوري سريع الرتم دورينا بالدرجة الأولى ما هو سريع فما بالك دوري 21 دوري ضعيف الرتم بطيء لياقة بدانية جدا عادية ما أحتاج رتم يعني أو تحولات كثيرة ما هي موجودة اللي راح تواجهها في هذه البطولة اللي هي المستويات العالية يعني المنتخب اللي لعب في أولمبياد موسكو 80 وهو المنتخب الوحيد اللي وصل لدور ربع النهائي لكن المنتخب اللي احنا نبكرة منتخب البين والتألق في هذه المباراة برغم خروجه من الدور الأول طبعا إنجاز الثمانين كان مختلف المباريات كانت صعبة مع الجيل الذهبي طبعا الجيل الذهبي ووصوله إلى دور ربع نهائي ما كانت الأمور سهلة في ذاك الوقت أيضا الأعمار لعبين هم أمالقة الكورة الكويتية لكن كانت أعمارها مصغيرة صحيح وتألق الكابتن في صدخين في ذاك الوقت وسجل هاتري كتوقع في مباراة مباريات هم لعبوا ضد سوريا وفي التصفيات سوريا والإعراد لأن أتوقع إيران ما شاركه بسبب أمور سياسية يمكن وتأهلوا للدور اللي بعده وبعدين فازوا على منتخب نيجيريا وفازوا على منتخب كولومبيا أتوقع كولومبيا ونيجيريا يعني الدوء ذا وتوصلوا وتأهلوا طبعا للدور قبل النهائي لكن خسروا من روسيا في ذاك الوقت هذا الإنجاز بوصول للربع نهائي في ذاك في ديتش الحقبة أعتبر الموضوع إنجاز لأنه كان يديدا على الكويت اليوم في موضوع التأهل لأولمبيات واللعب والمشاركة والدوري ما كان احترافي ما كان احترافي تلعب أمام بسرق يعني فيهم لاعبين محترفين في أوروبا في ذاك الوقت إنجاز صراحة تاريخي وما زال هو الأبرز على مستوى منتخبات الأولمبية في الكويت شوف النظام التصاعد اللي صار مع منتخب الكويت ثمانين ثمانين وصوله في الأولمبيات موسكو واحدة ثمانين واحدة ثمانين كاساسية ثلاثة ثمانين كاس العالم وصولها كاس العالم هذا غير طبعا كوس الخليج بعد الفترة كوس الخليج طبعا شوف النظام التصاعد وشوف النوعية المباريات اللي خلت منتخب الكويت يظهر في كاس العالم ويلعب في اسلوب التكتاكا والاستحرار ضد منتخب إنقلترا أنت تتكلم عن منتخب الإنجليزي اللي هما أساس كنهات القدم في ذاك الوقت فهذه الاستراتيجية اللي احنا ودنا وشوفوا اليوم انت مجبور على الاستراتيجية قبل كان عندك أجيال يعني في عندك زخم بالنجوم يمكن لما يكون عندك هالنوع من الزخم يقلل الضغط عليك في موهب عندك استراتيجية ولا لا عندك منشأ أو ما عندك شنو موهب هي اللي تحكم لأن موهب مواهب كانت عديدة وكانت يعني في ذاك الوقت بيئة خصبة لاستقطاب اللاعبين وبروزهم وغيره 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 حتى ليه تقريبا ليه كانت المواهب تزخ وتزدهر وعندك يعني هذا جيل 2000 ترى كانوا لعبين كلهم مكبار وبعدهم خذوا فترة طويلة هم الأفضل على مستوى الحليج ولاعبين بارزين يشاركون بالدوري سامير يشاركون باستمرار في الدوري كل اللاعبين كان مجلوم اتكلم عن خلاف السلامة اتكلم عن عصالحش بريجي جمال مبارك العارض كان كنكوني اشهاب فكلهم يشاركون في الدوري يعني مشاركتهم حتى 92 منتخب 92 كلهم يلعبون فريق أول تدائم الدفاع سواء وسامة سين وسامي الله يرحم يوسف دوخي منتصف الملعب فواز بخيت حراسة فلاح دبشة كان موجود نايف جابر كان موجود معهم من و بعد جاسم لهويلي انت تتكلم على كوكبة نجوم أصلا نجوم الدوري كانوا في ذاك بأعمار صغيرة يعني العمر صغير أنا ودي أتكلم عن جزئية نحن مو قاعدين ننتقد من أجل الانتقاد نحن قاعدين نوضح كيف تعمل النظام من أجل تطوير هذا المنتخب هذا المنتخب عشان يلعب عندك شغلتين تقلل المحترفين تقلل عدد المحترفين لأنه قابل في السابق ما كان في عدد محترفين كبير اثنين كانوا اثنين في الملعب والباجي مشاركين بموهبته بمستوى اليوم المنتخب الأول لاعبين المنتخب الأول بنادي الكويت لا يشاركون بصورة أساسية بسبب عدد المحترفين العالي أول أنك تضع نظام نظام البحرين إجباري مشاركة اللاعب الأولمبي مع الفريق الأول بعدد دقائق معينة يمكن هذا الكلام قلناه أكثر من المرة ممكن تأخذها الاستراتيجية من الانتحاد البحريني وتطبقها عندك بالكويت والفريق اللي ما يطبق هذا العدد من الدقائق ممكن يخصم منه عدد من النقار جميل خلونا نذكر مشاهدي الكرام بالمجموعة الرابعة مجموعة منتخبنا الوطني واللي راح تنطلغ إن شاء الله مبارياتهم يوم غد أوزباكستان على رأس المجموعة فيتنام منتخب الكويت الوطني والمنتخب الماليزي مبارياتنا راح تكون إن شاء الله باتشر في أول استحقاق لنا في هذه البطولة أمام منتخب فيتنام الساعة ستة ونص وأيضا تسبقها مواجهة منتخب أوزباكستان ومنتخب ماليزيا خلنا نتكلم أكثر عن هذه المجموعة مجموعة منتخبنا الوطني محمد اللي تضم أوزباكستان فيتنام الكويت وماليزيا البعض يراها بأنها أسهل مجموعة المجموعات الأربعة لا مو صحيح مو صحيح فيتنام فريق مرشح أوزباكستان فريق قوي ماليزيا فريق متطور لكن المجموعات الثانية تحكى مجموعة فيها قطر أستراليا مجموعة فيها اليابان وكوريا الجنوبية مجموعة فيها والإمارات الصحيح والإمارات مجموعة فيها السعودية والعراق يعني منتخبات لها أنا أرى كل المنتخبات يمكن أن أقول لك هذا الكلام في البداية الفرق كلها متساوية للمستويات يبقى حضورك الذهن في هذه النوعية من المباريات والمستويات العالية فنيا الفرق ما هي اللي عندك مو سهلين ماليزيا مو فريق عادي لا تأتقد هذا الأتقاد ولا أزباكستان ولا قطر قلت مقارنة تنبيل مجموعة تنبيل تاجكستان الفريق عادي اليوم يعني المنتخب السعودي يعاني مع المنتخب التاجكستاني بسبب المستويات اللي تطورت من منتخبات آسيا نحن لا نظل على هذا الاعتقاد لأن فعلا الكلام اللي أنت تقوله يقال لحظة القرعة لما يتح معك فيتنام وماليزيا يوس باكستان إيه هذا فريق هو المرشح الأول تذي ينظرون هذا المرشح الأول يوس باكستان ماليزيا نقدر نفوز عليهم فيتنام نقدر نفوز عليهم هذه النظرة لأننا نحن منتخب لكويت صحيح أن عندنا إرت تاريخي صحيح أن عندنا إرت كرو بس نحن نتكلم بواقع الكرة كرة القدم الحديثة بواقع بأن جميع المنتخبات تطورت بضبط كلها تطورت تاجكستان ما تكتفوز عليه تايلند فريق تايلند اليوم اليوم فقط على المنتخب العراقي اللي يفوق من ناحية البدنية بطولة غرب آسيا بضبط وفريق تايلند على الواند في البداية رح تقول لنا الفريق عادي على الاسم على الألث اللي هو يحمله من تاريخ بس اليوم لازم نوسع المدارك ونوسع نظرتنا أكثر فنيا ونشوف أن هذا الفرق متطورة فنيا والفرق لاعبين المنتخب الأولمبي يشاركون مع المنتخبات الأولى عندهم فهذه النظرة النظر لابد تكون أوسع بالنسبة لها منتخب العراق اللي تعادلنا ويعتأهل كبطل لمجموعاتنا المجموعة السادسة مثل ما ذكرت اليوم عان أمام المنتخب التايلندي وهو اللي يملك عدد خمسة أعتقد إلى ست لاعبين محترفين في أوروبا لكن اللي شدني في هذه المباراة اللي قامات اللي يملكها المنتخب العراقي وال بالقامة لكن قدر المنتخب التايلندي يسجل عليه هدف بالرأس شيفتش رو يعني لماذا قلت لك أن هذه النوعية من المباريات اللي هي البطلات الكبيرة تحتاج حضور ذهني عالي يعني أنا ما أتكلم بس لأن المنتخب العراقي ما كان بيوم أو ما كان جيد لا أقول لكم المنتخب التايلندي متطور أقول لكم المنتخب التايلندي متطور هذه المنتخبات تطورت بشكل كبير اليوم السيادة مولي استراليا واليابان وكوريا في آسيا اليوم دشت الفرق تشاركها الفرق لآسيا خاصة في الشرق الأردن تعادل مع أستراليا اليوم العراق يخسر من تايلن بسبب النظرة اللي ما قبل المباراة اللي هي إن هذا الفريق فريق عادي فهذه الكلمة بالنسبة لنا مو زينة إن أنت تعيش اللاعب دهنيا بأن هذا الفريق عادي مجموعاتنا كابتن سامير وجهت نظرك فيها شوفوا اليوم الفرص متاحة كل المطلوب في المباريات اللي فيها تجمع اللي ما فيها محطة تذهاب ويا بها هذه متعة بطولة مجمعة اليوم محتاج أهم شي الحضور الذهني لك لازم تركز أول شي في موضوع أن شون رح تتعامل في كل مبارتك هذا واحد اثنين لازم أيضا اللاعبين يكون عندهم ثقة بأنفسهم أن اليوم نحن قادرون على أن نقدم شيء اليوم قبل شوي كابتن محمد شلو قال قال أن الجمهور أو كان في ذاك الوقت جمهور كوتي مع سيدني 2000 ما زعل من الهزائم أو ما زعل من الخسار لماذا؟ لأنني كان فيه أداء صحيح اليوم إذا قدمت اللي عليك ولعبت وأديت مباراة زينة متوازنة فيها روح قتال إياها فيها انضباط تكتيكي فيها لمسات تكتيكية أنت حصص تدريبية قادر تتدربها مع ناديك ومع المنتخب ماكوش يديد عليك يعني فكرة اليوم شون تتعالى على لا تتعالى على الكرة ونفس الوقت لا تخاف منها يعني لازم تكون عندك ثقة بنفسك في عملية التطبيق لأنها في النهاية أنت غير مطالب بتحقيق البطولة خنكون واقعيين يعني اليوم أنت غير مطالب بتحقيق البطولة لكن مطالب أنك تحاول أنك تصل إلى أبعد مدى فيها البطول على أقل تخدير إذا قدرت توصل من الأربع الأوائل فأنت ضمنت مقعد في ألمبياد باريس يعني لو وصلت الرابع مثلا فيهم عندك مباراة أيضا ملحق هذه أقل مجموعة أو أكثر مجموعة هو مبني على معطيات يعني اليوم التخدير هي من خلال معطيات أما أكيد ستكون تاجكستان السعودية والعراق مجموعة قوية أكيد لو الكويت وياهم ستكون المبراء مجموعة قوية ولو رحت مع استراليا والأردن وقطر أكيد ستكون المبراء يعني مجموعة قوية ولو رحت مع الإمارات واليابان وكوريا مستحيل ومجموعة قوية فهي فعلا أقل مجموعة لكن هذا مو معناها أني أعكس هذه الصورة مثل ما قال محمد أن اللاعبين ترى مجموعتكم سهلة لا مسأل ما أكو شي سهل لكن حنا اليوم الحديث العام كأس آسيا ما أكو شي سهل الحديث العام بالعكس المفوض هو يكون دافع لك يعني دافعا أنت ممكن تقدم شيء لو تلعب مع كوريا واليابان والسعودية والإراق هم أكثر منك تطورا ممكن يصير في رهبة شوي لكن مفوض حين الرهبة تقل ويعرف إذا أنت قدمت أو ما قدمت وبناء عليه رح يصير فيه إن شاء الله تقييم الأدعاء ونحن سبقوا لعبنا مع هذه المنتخبات حتى السعودية والإراق إذا سعفنا الوقت رح نتكلم عن مشوار المنتخب في البطولات اللي سبق وشارك فيها لكن مشاهدين الكرام منتخبنا قبل هذه البطولة عسكر في أبوظبي كان معسكر استمر لمدة قرابة العشر أيام بعد هذا المعسكر كان فيه تصريحات خاصة من لاعبين المنتخب لبرنامج نتابع تصريحات لاعبين منتخب الوطني الأولمبي موسيقى 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 وأنا كل ثقة بخواني اللاعبين إن شاء الله أغلب اللعبين متحمسين لهذه البطولة خصوصاً نحن من صلنا سبع تشهر من تأهلنا طبعاً اللعبين متحمسين نفسيتهم زينة وإن شاء الله نقدم مستوي لقبس متخب الكويت بوجهة نظرنا كجهاز فني وإداري وطبي راضين كل الرضا على معسكر أبوظبي طبعاً صلنا فترة مجهز واخر معسكر أبوظبي الفريق كان جاهز قاعد يأطي بالتمرين الحمد للرب لك الحمد لله جاهزين بداية استعدادات منتخب الكويت للولمبي يمكن آخر معسكر كان فيه أبوظبي واللي قبله راحه تايلند ورحنا لإمارات وفي لاعبين اللي ما كانوا مع منتخب لولمبي كانوا مشاركين مع منتخب الأول وإن شاء الله يا رب نحقق اللي نبي واللي هو تأهله لأولمبيات باريس والله شوف كل متفائل يبقى اختيار المدرب قبل المباراة بيوم أو في 6 ساعات 23 لاعب الكل متحمس الكل ودة يعمل شيء وبالنهاية توفيق من رب العالمين إن شاء الله والله إن شاء الله هي لا سهلة ولا صعبة لازم أنت عليك أن تشد حيالك عليك أن تلتزم في هذه الفترة إن شاء الله نحقق هدف مطلوب ما في شيء صعب هذو الأفضل 16 منتخب في آسيا تقبل لأن مجموعتنا ما هي سهلة ولا هي صعبة لكن عندنا رجال نثق فيهم عندي أنا 25 محارب ومغاتل داخل الملعب إن شاء الله إن شاء الله يفعون يسم الكويت عالي وبالنهاية قتلك أنا توفيق من رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في كأساسية تحت 23 سنة محمد صحيح أن البعض يتكلم عن معسكر المنتخب الأخير في أبوضب إنما كان فيه مباريات ودية لكن نحن بنتكلم عن المنتخب خلال الفترة السنة أو السنة ونص اللي كان معه بيكسي شارك في العديد من البطولات شارك في العديد من المعسكرات صحيح عدد المباريات قليلة لكن إذا بنتكلم عن إعداد هذا المنتخب لهذه البطولة شلون تشوفها من وجهة نظري وجهة نظري غير جيد غير جيد برغم المعسكرات اللي شارك فيها برغم المباريات اللي لعبها آخر مبارات شارك فيها منتخبنا الأولمبي هذا ستاريخ 16-1-24 ضد منتخب تايلند ما أنظر للنتيجة خسرنا 4-2 بس ما أنظر مو هدفي النتيجة بس هدفي المباريات لابد أن يكون عندك عدد مباريات كثير لأن الفريق أو اللاعبين اللي أنت قاعد تختارهم مو قاعدين يشاركون بصورة مستمرة مع الفريق الأول على الأقل أقل شيء أن أنا هذا اللاعب أتكلم بها أكثر من مرة هذا يتحملها النادي يتحملها أو لا يتحملها جزء من الاتحاد شلال؟ في تنظيم المسابقة لابد أن أنا أعمل استراتيجية وتكلمنا عن هذا الحل أن أنت لابد أن تجبر النادي تجبر الأندية بمشاركة هؤلاء اللاعبين مثل ما أنت قاعد تجبرهم باللاعب بعدد لاعبين مثلا المواليد عدد كذا المحترفين لابد أن تنظم العملية نضع عملية المسابقات أنا عندي بطولة مهمة كبطولة آسيا للمنتخب الأولمبي لابد أن أعمل استراتيجية وحل والحل كان موجود بالنسبة لهم أني أنا أضع نظام لللاعبين أنهم يشاركون بشكل إجباري لأن هذا من ضمن الاستراتيجية لكي أعود موضوع المباريات أنت لا تريد أن تلعب مباريات تريدها بشكل كبير كأولمبي لكي نفسيا اللاعبين يمكن يتأثرون من الخسارة ممكن إصابات طويلة المدى ممكن أسباب كثيرة لكن أنا لكي أجبر النادي واللاعب يكون عنده استمرارية مباريات أحتاج أني أنا أعمل نظام للبطولة فهذا الجزئية المؤسكر الأخير اللي فيه أبوظبي صحيح أنه كان معسكر فترته جيدة لقصر المدة فترة جيدة وكان فيه إعداد لمباراة ودية ضد المنتخب البحريني وتم إلغاء هذه المباراة لأسباب ما نعلم فيها هنا لابد أن يكون عندك بلان بي خطة بديلة لأنني أنا ألعب مباريات أو مباراة على أقل تقدير يعني علشان أعوض هذا الجانب اللي هو الجانب الفني ومواقف اللعب مواقف اللعب ما راح تصير لك بشكل كبير في التمرين مستحيل مستحيل أنا أقولها كمدرب أقول هذا الكلام مستحيل مواقف اللعب كاملة تكون موجودة في التدريب مستحيل لابد أن في مباريات المباراة هي اللي يعني توضح للمدرب مواقف اللعب اللي تنقص هؤلاء اللعب نشوف الأهداف لمنتخبنا الوطني كانت هذه الأهداف المجموعة السادسة اللي تأهل من قلالها منتخبنا الوطني كأفضل ثاني قدر يفور 30-04-04 على ماليزيا ومكاو وتعادل مع المنتخب لا راقي بهدفين لهدفين سمير بتكلم عن آخر المشاركات أو البطولات أو المعسكرات اللي لعبها منتخبنا الوطني وما أدري إذا تتفق مع كلام الكابتن محمد أو لا يعني شاركنا في كأس آسيا الماضية وهي اللي ما كانوا إياهم مدرب المنتخب الحالي إيميليو بيكسي في أوزباكستان قبل سنتين 2022 تلقينا ثلاث هزائر من خسارنا من الدور الأول وخرجنا من الدور الأول بعدها في عهد إيميليو بيكسي شاركنا بالأسياد خسرنا مثل ما قال محمد مباراة كبيرة أمام كوريا الجنوبية التسعة صفر تعادلنا مع البحرين تعادلنا مع تايلند المعسكرات أو البطولات الودية بطولة قطر كانت بشهر ثلاثة معسكر سلوفينيا كان بشهر خمسة أعتقد لعبنا مبارتين ودية واحدة منهم لم تكتمل وأخيرا معسكر تايلند أيضا لعبنا في مبارتين اللي كان بشهر ثمانية هذا الإعداد لمنتخب أولمبي محمد يشوفه أنه لم يكن الإعداد لا يوجد نظر خلينا نقول أنه ليس مكثف لازم يصير فيه تنسيق بينه وبين فريق الأول عندك عناصر يتم استدعاه للفريق الأول فهذا التنسيق أيضا يسبب مشكلة حق منتخب الأولمبي إذا تطلع فيه معسكر فترة في فدي ما رح تقدر تجمع المنتخب الأولمبي ومنتخب الأول ما قاعد يصير هذا الأمر بشكل أو بآخر يعني ممكن أنت تستقطب منتخبات أولمبية تستدعيها بالكويت وتلعب من هذه المباراية الودية في فترة الفيفا دي للمنتخب الأولمبي على الأقل تقدير تلعب في كل توقف لعبة أو لعبتين بالكثير يعني على الأقل يصير عندك اختيارات متعددة لأن أنت عندك لعبين نجوم مثلا بارزين تدري أن المنتخب الأولمبي يعني في بعض الأحيان قد يفقدهم في هذه المباريات لأننا رح لعبون مع المنتخب الأول رح يتم استدعاهم في الفيفا دي هذا التوقف لازم تستغل تستغلت اللاعبين الصغار المنتخبات باريات ودية يعني هو المقصد في الكلام كل ما تكثف الإلقاءات كل ما تكثف الاحتكاكات كل ما تزيد خبرة اللاعبين كل ما تصل في النهاية إلى على الأقل تقدير عندك من 15 إلى 16 لاعب جاهز جاهز على مستوى التبديلات ممكن مثل ما صالحين عندك سلمان أبوص مو ماخذنت بندر سلامة مصاب المطيري المطيري يتعور بالناجي يعني فيه لاعبين رح تفقدهم زين شنو البديل هل البديل جاهز ولا لا الاحتكاكات جاهزة هذه نقطة وايد مهمة لكن إن شاء الله نتمنى اليوم أننا يعني خلنا نقول أجواء البطولات المجمعة شوية دكتور مختلفة يمكن حماس اللاعبين ورغبتهم يعني يطقى على على موضوع التجهيز والتحضير المسبق شنو قالوا مشاهدين الكرام الرياضيين في وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز اللي قال عن منتخبنا الأولمبي نشوفه من خلال هذا التقريج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين الكرام كان هذا أبرز النقاط اللي تكلموا فيها الرياضيين عن منتخبنا الوطني اللي رح يشارك إن شاء الله باتر في كأساس تحت 23 سنة الكابتن والسليمان وهو أحد نجوم منتخبنا الوطني في الأولمبي سنة 92 سنتكلم على الإعداد محمد واتفق معاك إن الإعداد ما كان بالصورة مطلوبة بعد كابتن وائل يعني من النجوم الكراكوتية ومن المحللين المميزين ومتابع بشكل جيد الدوري دوري زين فأعتقد هذه نظرة كل واحد فني ملمت في هذا الجانب لأن لأن لما نتكلم هذا الكلام نحن مو قاعدين نقلل من العمل نحن قاعدين نحدد المسار المفروض اللي يكون يسير من خلال عمل الاستراتيجيات فهذا الجانب جانب مهم بالنسبة لمشاركة اللاعبين علشان يقفون عارين بمشكل جيد أنا لا أتكلم عن جانب بدني بس أتكلم عن مواقف تكتيكية لماذا قلتك الجوانب التكتيكية والمواقف هذه سنس المباراة سنس المباراة أصلا بكبرى بالضب مختلف تماما على التدريبات حتى الرتم كهني بالكويت الرتم الدوري ماهو رتم التحولات اللي ممكن يوصل اللاعبين بطولة كبيرة صحيح وشفنا معاناتنا أمام المنتخب العراق ورغم أننا قدمنا مباراة كبيرة من اللاعبين اللاعبين الأولمبي بس اليوم المستويات هذه واختلاف المدارس ستدخلك في دائرة الاستشفاء اليوم هل عندك مدرب لياقة بدنية جاهز أو على مستوى عالي أن يعد اللاعبين بهذا النوعية من البطولات للاستشفاء يعني اليوم عندك فيتنام أقبا أزباكستان المباريات المتسلسلة تحتاج استشفاء وتحتاج تدوير هل أنت مجهز 11-11 فهذا هذه الاستراتيجية التي تكلم عنها وأهمية نوعية المباريات الودي أيضا الكبتن عبدالعزيز حمادا اللي سبق ودرب منتخبنا الوطني في بطولة كاس آسيا الماضية تكلم عن نفس هذه الجزئية ووصق عدم مشاركة اللاعبين في السواد الأعظم مشاركتهم عندي أيتهم أي لأن اليوم 90 دقيقة سنس المباريات اليوم مفقود أنت اليوم ستلعب على سنس الخبرة أن اللاعب عنده يعني العقلية والثقافة التي تعلمها وتدربها مع أنديته وبعض المباريات التي خالها أنه يعرف شون يطبق إن شاء الله داخل الملع لكن أيضا طول ما أن اليوم أنت مبتعد عن سنس الاحتكاك والمباريات الحقيقية الأمور شوي يصير فيها صعوبة لموضوع كيفية التطبيق بشكل جيد أو شكل إلى حد ما قلنا نقول قريب من المثالية لكن المفروض أن يوم مدرب مثل إيميليو هذا مدرب أصلا ناشئين يعني يوم مراحل برتغال كلها درب 12 و 16 و 18 و 20 حتى الناشئين اللي هم تحت الفريق الأول دربهم بسنوات طويلة فاليوم المفروض أنه عنده الخبرة الكافية اليوم شون يستغل خصائص لاعبينه ويوازن العملية البدنية مع الفنية اليوم لازم يكون الخططي مناسب عشان لا يصير فيه استنزاف لأن تدري اليوم مهما كان اللاعب منتميز ولاعب زين إلا ما يكون عنده مشكلة ودرب في حال ما يلعب حتى لو يلعب عشر دقائق أو خمس دقائق أو ربع ساعة مع عنديتهم هم هذا ما يعتبر لعب في النهاية هو ما قاعد يشارك مشاركة حقيقية كاملة فهذه الأجواء مفروض للمدرب يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الموقفية مدرب 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 منتخبنا الوطني إيميو بيكسي وصف للاستعدادات لهذه البطولة بخلال مؤتمر الصحفي بأن الاستعداد كان جيد هو يرى شيء لا نرى هو أكيد أقرب للاعبين صحيح أقرب للاعبين بس اليوم إذا تلعب كأسلوب مع هذه النوعية من الفرق والمدافل المختلفة شنون رح تلعب شنو اسلوبك لو أنتها ثلاثة طب رح نشوف نشوف عندي ملاحظة اليوم مفروض المفروض وجدت نظري شخصيا اليوم مدرب لا يفكر في الخصم المفروض المدرب لا يفكر في الخصم بطريقة لعب الخصم لكي لا يوتر لاعبين لأن ما عندهم الخبرة الكافية مثل ما قلت في بداية الكلام هو اللقاء أن اليوم هل تملك الانسجان في منتخبات عندهم لاعبين يلعبون في المتخب الأول الخبرة موجودة وسهل جدا اليوم أنك تلقى هذا اللاعب عشان يأدي اليوم أنت لا تمتلك الخبرة فإذا أنا دششت المتخب في أجواء التفكير بالخصم ما رح لعب لا لا متفكير حتى لو اختلفت المدارس عليه المفروض أنه مثل ما قلت لك اختار الخصائص اختار رسم الخطط اللي يناسب خلأ واضح خلأ واضح اللي أقصدها أنا لما يقولك اختلاف المدارس أنت لابد أنك تتعرف الفريق المنافس شون يلعب أكيد هذه وجهة نظر لابد أنه قد يدخل دور المدرب شلون وشاف مباراة لماليزيا وأيضا المنتخب البيتنامي أكيد عارف أتمنى أتمنى هناك مباراة لابد التصميات لأن 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 في شيء اسمه الواقع العب واقعية لا تفكر أنك انت ماليزيا فكرة من الفرق التي تأهلت أفضل ثاني يعني ما تأهلت على رأس المجموعة بغض النظر اليوم فيتنام راح نباري فيتنام فأنت الحين تفكير مباراة فيتنام شون راح تباري هذا الفريق أنا أتكلم عن الجوانب الفنية اللي كطريقة لعب كأسلوب الجوانب الفنية وطريقة اللعب والأسلوب راح نشوفه باتشر وكيد نتمنى توفيق لمنتخبنا الوطني في مستهل مشوارة في هذه البطولة بطولة كاس آسيا أمام المنتخب الفيتنام وصل الختام الكابتننا محمد الفلتشاو شكرا لك كالستمير عبد الرؤوف شكرا لك وشهدي الكلام نذكر في مباريات يوم غد المجموعة الرابعة في كاس آسيا تحت 23 السنة منتخب أوزباكستان راح يلاقي المنتخب الماليزي الساعة أربع في المباراة الثانية منتخبنا الوطني واجه منتخب فيتنام الساعة ست ونص نتمنى التوفيق للأزرق الأولمبي باتر ونفرح إن شاء الله بالحلقة الهاية بتأهل أو بفوز منتخبنا الوطني وإن شاء الله بتأهله للدور القادم تي وصلنا للختام شكرا لكم مشاهدي الكرام على المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر